كما أوضح كاميرون أنه نقش خلال الاجتماع الوضع في غزة وأكد كاميرون أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة لنقل المساعدات لغزة وأكد التزام بلاده بتقديم المساعدات لقطاع غزة بصورة أو بأخرى نحن نعمل على تأكيد أن معبر رفح هو مفتوح بصفة دائمة من أجل نقل المساعدات إلى غزة وأيضا المعبر الخاص بالأردن الذي معبر شلوم الذي هو أيضا يقوم بنقل المساعدات إلى غزة وهناك أيضا مساعدات تأتي من قبرص ومن خلال سفن بريطانية لنقل المساعدات إلى غزة ونحن نعمل على هذا الصدد أيضا وكل ما يمكن فعله يتوجب علينا فعله لمساعدة الناس في غزة